اشتركوا في القناة ورحمة الله وبركاته وإني أحمد الله على هذا اللقاء المبارك معكم ونحن نواصل مسيرتنا مع الكلمة الطيب وأهميته في حياة الفرد والأسرة والمجتمع فاصل وسنعود بمشيئة الله بعده لنواصل أيها الإخوة المشاهدون لقد ورد في الحديث النبوي الشريف الذي رواه الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه دروسا هامة تتعلق بجانب المسلم إلى جانب أخيه المسلم حيث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ناهيا لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوها هنا ويشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره الشريف ثلاث مرات التقوها هنا التقوها هنا التقوها هنا ثم يقول بحسب مرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم هذا الحديث النبوي الشريف يجمع جوانب كلم من لسانه الشريف صلى الله عليه وسلم هذه الجوامع جميعها كل فرد يعيش على هذا الكوكب الأرضي هو بحاجة إليها ليدرك حق أخيه المسلم لأن المسلم أخو المسلم المسلم للمسلم كاللبنة البيضاء تشد بعضها بعضا أو كما قال في الحديث الآخر المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا فمن واجبنا أيها الإخوة ونحن نقرأ كتب السنة الطاهرة أن نتبين أهميتها في حياتنا فالمسلم الذي استسلم وانقاد لأوامر الله عز وجل يجب عليه أن يدرك أن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتحصل إلا باتباع صلى الله عليه وسلم تباع توجيهاته وإرشاداته وأوامره ودواهيه لأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فلو وقفنا وقفات سريعة حول هذه النواهي التي وردت في هذا الحديث الذي استمعنا إليه لا تحاسدوا الحسد كبيرة من الكبائر فلا يجوز للمسلم أن يحسد أخاه المسلم وفي القرآن الكريم يقول الله عز وجل قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الذين قال لهم الناس إن الناس قد يمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء إذن فالحسد خصلة ذميمة فكل من وجدت عنده هذه الخصلة عليه أن يتدارك نفسه بالبعد عنها والتوبة منها فلا يجوز أن يحسد أخاه المسلم قد يرى نعمة من النعم التي أنعم الله بها عليه يحسده بها سيارة مثلا منزلا إلى غير ذلك إن بعض الناس ديدنهم ذلك ديدنهم التحاسد ويعتبرون أن الحسد أمر سهل لا هو كبيرة من الكبائر التي حرمها الإسلام فالحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب فلا يصح للمسلم رجلا كان أو امرأة أن يحسد بعضهم البعض لا يصح حسد رجل لرجل ولا امرأة لمرأة ولا العكس فالمسلمون كلهم سواسية بمعنى يجمعهم الإسلام ورضيت لكم الإسلام دينا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا نواهي متعددة بدأها صلى الله عليه وسلم بالنهي عن التحاسد ثم النجش ثم التباغض ثم التدابر وبعد ذلك ولا يبع بعضكم على بيع بعض لو علم إنسان عن إنسان ليشتري مثلا منزلا أو سيارة لا يجوز له أن يتدخل في ذلك حتى يعلم أنه اشتراها أو أنه تركها تلك السيارة أو ذلك البيت اشتراه أو تركها فالحسد ليس من شيء من الإنسان المسلم المؤمن وكونوا عباد الله إخوانا يعني حققوا هذه الأخوة إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحبون مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ثم يقول صلى الله عليه وسلم لا يظلم ولا يخذل ولا يكذب ولا يحقر وهنا أركز على كلمة التحقير فلا يجوز لإنسان أن يحقر أخا له ولو كان أقل منه في الوظيفة نجد بعض الناس يحقر مثلا المراسل أو يحقر مثلا من يكنس المكاتب أو البيوتات وهذا لا يصح ولا يجوز فذلك له حقوق الإنسانية وهذا أيضا له حقوق الإنسانية وإنما المسلم الراشد الذي ينمي المواهب ويحاول جاهدا أن ينمي الطاقات إن كانت تلك الوظيفة مع الآخر وظيفة الدنيا فيحاول أن ينمي طاقاته وأن يشجعه فليس هناك من فارق بين عمل وعمل ما دام هناك إنسان مسلم فعلينا أيها الإخوة أن نتناصح فيما بيننا وأن نحاول جاهدين في أهمية إجماع وحدتنا ووحدة صفنا وقفة ثم عود بعدها لأكمل الحديث معكم بمشيئة الله أيها الإخوة المشاهدون وفي نهاية الكلمة الطيب في ذلكم الحديث الذي استمعنا إليه في أول حديثنا معكم يختم رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله بحسب مريء من الشرق أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعربه فإذا كان هناك تفاوت في الأعمال في الوظائف فهناك لا يوجد تفاوت في الإسلام فالجميع مسلمون والفارق هو التقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم والسلام عليكم مشاهدي الأكارم ورحمة الله وبركاته كنمت الطيب كلماتي زخرفت الدنيا وحياتي فدعا للنور بها يسمور يرقى لمدار النجمات بضياء المولى غلفها طهر وصفاء وجمال وبطاه المفعوث نبينا أقوال تسهو وفعال كالجنة فاحت ريحانا كلماتي رقت تحنانا للعالم أنشرها عطا لغما زهريا الحال